شوف انا قلت لك شوية مشاكل اهيه فنية وليه علاقة بالتنظيم من مارسي كولر وكل شيء ولكني ارفض تماما تماما الناس اللي تيه يتقول لك دلوقتي مارسي كولر مدارب مش كويس يا سلام مارسي كولر اصله عايز يمشي يا سلام مارسي كولر المدارب اللي احنا كلنا كنا بنوع عليه الموسم اللي فاتبع عظيم لدرجة انه فيه ناس كابتقول انه واحد من اعظم المداربين الجنب في التاريخ النادي الاهلي المدارب اللي حصد كل البطرات في اول موسم ليه فجأة بقى مدارب سيء او مدارب غير جيد او تراجع مستوى بالراحة ممكن نلوم المدارب زي اللعب ممكن يعيش فترة مش افضل شيء بس مش فجأة يبقى سيء انا شايف النهار ده ناس بتكتب مش قلت لكم مش قلت لكم مارسي كولر مدارب سيء حتى لو كان بيكسب كل البطرات كنت بقول عليه مدارب سيء يا سلام بتضحك عليا الكلام ده مش مظبوط ما صدقش ليه عشان مارسي كولر ده السادة اللي فاتت على مستوى الافراد مش بكلمك على مستوى الجماعي كمان على مستوى الافراد الجماعي طبعا كان عظيم لمحمد هاني كان محمد هاني قبل مارسي كولر ولا حسين الشحات كان حسين الشحات قبل مارسي كولر ولا حمد فتحي ولا مرارة عطية ولا كهربا لما رجع ولا كريم فؤاد كل الناس دي قبل ما أرسل كلها كان مهددة أنها ترحل محمد هاني كان مهدد بالرحيل كريم فؤاد كان مهدد بالرحيل حسين الشحاء كان مهدد بالرحيل طهر محمد طهر كان مهدد بالرحيل كهربا جاي من سبع شهور بعيدة عن الكرة رجع حدف الأهلي ما كله ده مدرب فجأة بوحش لا أنا أرفض ده تمام أنا أحب شرق الكلام اللي هو إيه يا أقصى الشرق يا أقصى الغرب بأنفعش كده في كلام موضوعي كلام موضوعي إيه إنه يمر بمرحلة غير جيدة زي اللعب نقول إيه اللعب ده يمر بحالة هبوط في المستوى أو سوء المستوى بس هيرجع تلكش احنا عارفين لو ألعب كبير مارس الكرون المدرب كبير ومش هنرجع في كلامنا بس الحالة كده طيب دي جزئية في جزئية تانية بقى أصعب بكتير من دي الأهلي في أزمة الأهلي في تراجع الأهلي يسقط الأهلي مش يا سلام عشان خسر نقطتين في الدوري بقى في انهيار وأزمة وكوارث وحاجات ببعدو الكلام بالعقل الأهلي مش بيمر بأفضل مراحلة بس برضو أنا قلت قبل كده إنه ما فيش فريق في العالم يخش على كمية المنافسات دي من أول الموسم يعني فجأة لقيت نفسك في نهاية السوبة الأفريقية فجأة في الدوري الأفريقية خروج مغلوب فجأة في نصف نهاية كاس مصر فجأة في مباريات دوري ودوري أبطال أفريق كتير 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 أي حد بيبدأ الموسم تدريجي الأهلي خد الموسم ده في وشه من أولها حتى لو في حالة تراجع مش هقول المنطقية كان ينفع تتعالج أو ينفع التعامل معها بس ينفع تعدي الأهلي مش في أزمة بصراحة يعني وغسيح لنقول إن الأهلي في أزمة ونقعد الجميع الأهلي كانت غضبانا من شكل أداء فريقها فأنا ساعدهم في دوء لهم لا لا الأهلي النهاردة سيء جدا الأهلي في كارثة الحاول أهلي والأهلي في أزمة كلام ده مش منطق بصراحة يعني طيب